أيها الإخوة أيها الأخوات مرحبا بكم في هذا الموضوع الجديد اللي غادي نحاول ونضروفه على عباطرة المخدرات في المغرب ومن هم ومن يساعدهم ومن يسهل العملية ديالهم لعني كنعرفو أن المغرب يعني مشهور بتهريب مخدرات يعني منذ زمن طويل ولحد الآن يعني ما تنعرفو على تجارة تهريب مخدرات تحاجر يعني كل شيء يتم في سرية من يقوموا بالبحث عن هذه الأباطرة المخدرات اللي هم فعلا موجودين وعيشين وعندهم مليارات سمتي عندهم مليارات سمتي ولكن شكونا هم الناس يعني كان شدوا وكان شدوا واحد أشخاص كان حطوهم في الواجهة كان قولهم فالها دورة شدينهم هدو ولكن الحقيقيين يعني الناس التجار الحقيقي للمخدرات في المغرب اللي كيصدروا كميات كبيرة في المغرب شكونا هما يعني هدا هو السؤال اللي غنطره على الرجل الأمن السابق أبو وفرا لي أعطاه واحد جاب واحد الحقائق اللي خاطرة جدا اللي خاص المغرب يعرفوها شكونا هوا هاد السيد هادا أبو وفرا قال لك هسدي أوكلت له عدة مهمات لمتابعة أباطرة تجار الحشيش في المغرب فوجد أن الاتجار بالمخدرات يتم برعاية المخزن وعبر فؤاد عيلهما الدرع الأمني للملك ليجد نفسه دوامة المطاردة ومحاولة إغتيال التي استهدفته وابنه الوحيد إنه الضابط السابق في الشرطة القضائية المغربية نوردين بوفرا الذي يتحدث في هذا الحوار عما يحصل في المغرب وكيف يتبرط كبار المسؤولين في المتجرب المخدرات والتسطر على البارونات ويعودوا إلى الأزمة التي افتعلها المغرب مع إيران وإقحام جزائر فيها مؤخرا وعن اتهامة نارية التي أطلقها مساهل ضد البنوك المغربية هنا هذا الرجل الأمن كي يقول كاسيدي اشتغلته مدة 16 سنة في جهاز السرطة القضائية وهو الجهاز المكلف بالأبحاث الجنائية وحتى الجنحية منها على الخصوص قضايا القتل والدخول من وإلى التراب الوطني بصفة سرية وتنظيم الهجر السرية زيادة على التهريب الدولي للمخدرات لكن وفي الحقيقة استضمت بمجموعة من المشاكل الإدارية بعدما تبين لي أن أباطرة التهريب الدولي للمخدرات قد تمكنوا من اختراق الجهاز الأمني المغربي بل وصلت بالنسبة للبعض حتى التحكم في المسؤولين الأمنيين لأنهم يوفرون لهم السيولة المالية الكافية لإطرائهم مدى الحياة أما عن سبب انشقاقي فيعود لحصولي على معلومات مفادها وأن كمية 16 طن من المخدرات سيتم شحنها وتهريبها إلى إسبانيا انطلاقا من منطقة بوعرك فأشعرت رئيس مصلحة الشرطة القدائية أليف لام وقتها وبعد الاتفاق معه على الخطة وكيفية تطويق المكان من خلال دراساتي المسبقة للمنطقة والعدد الكافي للعناصر بغرض إنجاح العملية وبالفعل رافقني خمسة عناصر منهم رئيس الحالي لمصلحة الشرطة القدائية بالناظر كمال فاليل وقتها كان مجرد عنصر حديث العاد زيادة على أربعة عناصر أخرى وبعد عملية المراقبة تبين لي صحة المعلومة وعليه اتصلت برئيس مصلحة الشرطة القدائية السابق أليف لام من أجل التأهب للتدخل إلا أنني فجئت بهاتفيه مغلقا والأخطار أني شاهدت عناصر شبكة التهريب الدولي للمخدرات يتوجهون إلى مكان اختبائنا وقتها طلبت من العناصر الأمنية المرافقة للإنسحاب وبأسرع وقت ممكن تفاديا للإستضام وهو ما رهن عليه كل من ماءلام مدير مديرية الشرطة القدائية بالمغرب والمدير الجهوي لإدارة المحافظة على التراب الوطني وهو الأمن الولائي حيث كانوا سينقرون إشعارهم بالعملية في جميع الحالات الأمر الأمر لا يتعلق بشخص فقط هذا السيد لأنهم يبحثون عليه يعني يحاولون التخلص منه ويحاولون إغسية له يعني هذا الضابط السابق في الأمن الأمر لا يتعلق بشخص فقط تعرضت للتهديد عبر الهاتف بقتل إبني والمخابرة قامت بالاعتداء على إبني وقد أصيب بجرح غائر طوله 7 سنتيمتر على 3 سنتيمتر وهي ضربة لازال إبني وبالرغم من العلاج يشتكي منها وأثرت على نظره بشكل كبير وكان الغرض من الاعتداء على إبني الوحيد أن أتهور وأقوم بالانتقان من هددني هو أحد تجار المخدرات على الصعيد الدولي وهو على علاقة بمستشار الملك لشؤول الأمنية فؤاد عيل همة وإلياس العماري أمين عزب حال أمين عام حزب الأصار والمعاصرة سابقا وهو حزب القصر وبعد البحث والتحري تبينني أن من قام بذلك عناصر الاستخبار الداخلية على مستوى قليم الناظر وفي سنة 1017 تعرضت لمحاولة اغتيال بمدينة كوبنهاجن ولو لا لطف الله لكنت من الأموات العمل ينفذها ثلاثة عناصر من الاستخبار الخارجية لكن يتمكنت من الإفلات من قبضاتهم وساهم في العملية شخص يتقن اللهجة العراقية ولست متأكدا من جنسيته كان عراقيا بالفعل أم مغربيا سبق له الاشتغال بالعراق ويتقن اللهجة العراقية مشتصر الملك ومدير المخابرات الخارجية ومعه مدير المخابرات الداخلية حاولوا بشتى الوسائل عزلي وتشوي سمعتي ولكن نتائج حملتهم كانت عكسية وتجذر الإشارة أن حملة التمويه الإعلامي كوني متواجدا ببلجيكا تمت في البداية من طرف جرائد المخابرات كشف تيفي وجريدة كود وبعدها عملوا على الترويج لفكرة التواجد بالدير البرجيكية عبر الجرائد الفرنسية في عملية تمويه إعلامي خطيرة وهي عملية تحضير بغرض الإغتيال المخابرات الخارجية تعلم بمكان تواجد بالضبط وبالتالي فترويج فكرة التواجد بالدير البرجيكية هي للتصفير الجسدية وأتوفر على الدليل المادي على صحة أقوالي وهذا بغرض التملص من المسؤولية وإلساقها بأحد تجار المخدرات المغضوبة عليه وفي الغالب سيكون منافسا للشبكات التي تعمل لفائدة مستشار المالك للشؤول الأمنية فؤاد عينهم وخادمه إلياس العماري في المغرب لا نعاني نقص الكوادر أو النخب القادرة على التسيير بل نعاني فشل اختيارات المستشار الأمني فؤاد عينهم وتزكية المالك الغارق في مشاريعه الاقتصادية والباعد عن هموم الشعب المناصب أصبحت بالولاءات وليست بالكفاءات وعليه فحتى مستشار المالك للشؤون الأمنية المذكور أصبح يملك جيشا من الموالين وفي مناصب حساسة وهو بدوره أصبح يشكل قوة ضغطة على الملك الغائب الحاضر في المشهد السياسي إن القصر متورط بشكل مباشر مع كبار شبكات التهريب الدولي المخدرات وهو من يوفر الحماية اللازمة لهم ولمجموع المسؤولين الأمنيين الذين يسهلون عملية التهريب على مستوى مدينة الناظر وطنجا وخير دالين على ذلك تسلق المراتب في وقت قياسي للمسمى مألم والذي تم تكريمه بمنصب مدير مدير يجسورة القضائية بالمغرب والشأل بالنسبة لباقي المسؤولين الذين ذكرتهم فكيف نفسر تعيين المراقب العام على المستوى من أطنجا والذي سبق وأن أحيل على العدالة من أجل المشاركة في التهريب الدولي المخدرات عبر بناء الشريف الإدريسي بحسيمة وكيف يتم تعيين يألام عقيد الدرك الملاكي بعد تورطه في قضية الشريف بن الويدان تاج المخدرات على الصعيد الدولي من يحارب شبكة التهريب الدولي المخدرات بكل أمان ومصداقية من من المتعارف عليه أنه سيتلقى أو يتعرض لمحاولة الإغراء والارتشاء وبالتالي من يرفض مئة الملايين كرشوة لن يرضى بالفوتات بطلة المخدرات يدفعون رشاوي بمئة الملايين جعلت مسؤولي الأمن وخاصة على مستوى مدينة الناظر وولاية وجداء تعمل على التخلص أو إبعاد أي عنصر كف قد يشكل عليهم خطرا أو بإمكانه فك شفرة المنظوم الفاسدة التي يشتغلون عليها بل وصل الأمر بمدير الشرط القدائية الحالي ماءلام الذي كان رئيس منطقة أمن الناظر والمدير الجهوي لإدارة المحافظة على التراب الوطني محمد زهددين ووالي الأمن العاباء إلى تسخير الصحافة المحلية وبالأخص جريدة العبور من أجل إيقاف أو عزل أي عنصر كف وفي أحسن الأحوال إبعاده إلى منطقة نائية بالنسبة للشق القانوني المتعلق بقضايا التهريب الدولي المخدرات فهو غائب بشكل نهائي ولا يتم تقديم إلا الحمالة والمساعدين الفقراء مكان الأباطر الحقيقين والويلو لأي ضابط يتجرأ على نشر مذكرة بحث في حقي أحدهم حيث سيكون مصر في أحسن الأحوال التحويل إلى منطقة نائية كما أن القداء بدوره متورط مع عناصر شبكات التهريب الدولي للمخدرات قضية اختلاص بنك الوفاء بمدينة الناظور البحث كان تقنيا وتطلب مني سنوات للكشف عن الجوانب الخافية القضية مدير البنك ماء لم وباقي المستخدمين ميم ألف ويا ألف وماء لم حكموا من أجل التغطية على جرائم الكاتب الخاص للمالك مرير المجيني وبالطبع بموافقة المالك القضية تم التخطيط لها من أجل الاستحوال على أموال تجار المخدرات التي تعد بالملاير فقط 145 مليار من خلال البحث تبين أن البنك المركزي لا يستفيد من نسبة الفائدة على عمليات صرف العملة الأجنبية وأن العمليات كانت تتم عن طريق نمادي جمالكية استمارة وليس عبر حساب خاص بالعملة موضوع من طرف البنك المركزي لمراقبة حجم عمليات صرف العملة الأجنبية والاستفادة من نسبة الفائدة وأن العملة الأجنبية كانت تهرب إلى الخارج وإداعها بحسابة المالك في خرق سافر لقانون الصرف ومن خلال البحث المعمق في إحدى عمليات التهريب الدولي للمخدرات تبين لي أن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العمر متورد في القادية وهو ما أكده لأحد الموقوفين وقتها وأخبرني أنه سيتم إصدار حكم ببراءته وبالفعل وبعد مرور ثلاث أيام تأكد لي صحة أقواله وأخبرني أن حياتي أصبحت في خطر وأنه حتى المستشار الأمني للمالك فؤاد عيلهما متورد معهما في التهريب الدولي للمخدرات وبعدها تأكد لي ذلك بعدما توصلت بمعلومة تواجده بقرية إيرجمان الساحلية بمعية آليف لام بفيلة وكان معهما أحد كبار تجار المخدرات على الصعيد الدولي اسمه ميمونز دوفل وما أتره وزير الخارجي الجزائري صحيح وحقيقة لا يمكن إنكارها فمطار محمد الخامس الدولي يعد محطة انطلاق المدن الأوروبية والإفريقية ومحطة استقبال المخدرات القوية الكوكايين من الأمريكا اللاتينية وحتى المسؤول عن جهاز الشرطة القضائية بالمطار المسمى عائسين كان متورطا في شبكات التهريب الدولي زيادة على شبكات الهجر الشرية ورغم ذلك تم تكليفه بالمسؤولية بمطار محمد الخامس وعلى ذلك الأساس تم فتح بنوك المالك بإفريقيا من أجل تحصيل الحديث الآن عن علاقة قوية بين ما في المخدرات والجماعات الإرهابية والخطر في المغرب أن رجالات الاستخبارات وبحكم تورطين في التهريب الدولي للمخدرات لا يمكن لهم التحرك حتى ولو تعلق الأمر بمنظمات إرهابية وعلاقتها بتجارة المخدرات لسبب واحد هو عدم إطارة الانتباه وسبق لي أن قمت بتحرير تقرير مفصل وجهته إلى رئيس مساحة السلطة القضائية السابق ألف لام أشعره فيه بتورط تجار المخدرات في إدخال الأسلحة إلى المغرب عبر مدينة مينيا فكان جزائي الإختطاف والإحتجاز والتعديم لقد سبق لي أن حجزت كمية من المتفجرات زيادة على استميات تجهيز درد وقتها توعد رئيس الاستخبارات الداخلية على مستوى مدينة الناظر ميم لام بالانتقام ميني خلفية القطيعة والتجنج يستشف منها مجموعة من الرجل أولها رسالة الملك إلى المجتمع الدولي أن جبت البوليزاريو تستعيد بمنظمة إرهابية وهي حزب الله وهي محاولة للهروب إلى الأمام بغية عدم التفاوض معها وأنها غير قابلة للتفاوض معها على حق تقرير المصير وخاصة بعد الهزائم الدبلماسية التي مونية بها المغرب في الآوينة الأخيرة وهي محاولة لربح الوقت وإعادة العلاقات المتشنجة مع إدارة ترامب إلى سابق عادها مع باقي الرؤساء الآخرين رسالة موجهة بالنيابة إلى الشعب اللبناني وتزامنا مع الانتخابات البرلمانية أن حزب الله يتحرك خارج المصارح العليا للوطن وبالتالي محاولة عزله والسماح لتيار المستقبل باكتساح الانتخابات ولكن الاستراتيجية بأت بالفشل وأظهرت أن الحكومة الشرعية بلبنان مجرد دولة دولة حزب الله رسالة موجهة إلى إيران كون النضاء المغربي لا يزال كامل العضوية بنادي الملوك الذي ترعاه السعودية وأنه حاول التراجع عن قراراته التي لم ترقل الحليف التقليدي وأنه لن يتراجع عن المشارك العسكري في اليمن ضد الحوتين والتي لن تقبل بهم السعودية كقوة على حدودها والمدعومة أصلا من طرف إيران القطعة مع إيران يفهم منها أنها تحلت تحت الطلب وأن المغرب وبعدما خسر حليفه الاستراتيجي في قضية الصحراء وهنا نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة بعد التصريح المتير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد فوزه مباشرة والحديث عن التمويل الخارجي لمنافسه هيلاري كرينتون من قبل العاهل المغربي لحملته الانتخابية بـ 12 مليون دولار زيادة على تقرير وزارة الخارج الأمريكية والتي أشار فيه إلى وجود تعذيب بالمغرب وأن القداء غير مستقل وخاضع مباشرة لمستشار المالك لشؤول أمنية وأن الوضع الحقوق بالمغرب خطر وباعد كل البعد عن كل بنود الدستور الجديد وبالتالي فيمكن اعتبار القطيع مع إيران محاولة لتبديد دلال التقارب مع الإدارة الأمريكية ورسالة ود سينقلها الطرف السعودي والفرنسي ومعه الإسرائيلي الأمر الذي تحاشى الغرب ذكره أن الجميع يعلموا أن المتتبع لقادية الصحراء الغربية يعلمون أن كوادر وقيادة البوليزاريو تلقوا تدريبهم العسكري بكوبا فلماذا لا تقطع العلاقات معهم ثانيا نتفهم شيئا واحدا وهو إن كانت الدولة اللبنانية هي من وفرت المعلومات الاستخباري للإنظام المغربي وبالتالي لا يصح قطعا العلاقة معها في هذا الإطار أظن أن رئيس الاستخبار الخارجي مقصر في أداء واجبه ووجب عليه ووجب عزله وليس ترشحه لوزارات الخارجية هنا أعطيتكم واحد الفكرة اللي بزاف نسمتي اللي أنا كنا نشوفه يعني تجارة المخدرات أباطرة المخدرات في المغرب يعني ما كيتسالهوش ودائما يعني كيمشي واحد تيجي واحد ولكن هادوك اللي كنتشوفه في المغرب هادوك هادوك غير وجهات لأن المتاجر الحقيقيين في المخدرات وهما المقربين من القصر يعني من جنرالات من المستشارين ورأس أحزاب هذو هما المتاجر الحقيقي هما أباطرة المخدرات الحقيقيين ولكن هادوك اللي كنتشوفه مثلا يلقى عليه بالقبض ويحاكمون وكذا هادوك غير كيكونوا في الواجهة باش كي يخبهوا كيف ما يعني النظام المغريبي كي يخدم مثلا كي يستعملوا بتلا الأحزاب كي يستعملوا برلايمان باش كي يغطي على الجرائم دياله هكدا هادو المسؤولين لأباطرة المخدرات كي يستعملوا ناس بوساطة ناس عاديين كي يحطوهم في الواجهة باش هما ما كيتسابوش كنتمنى أن الموضوع يكون يعني مهم الناس يعرفو على الأقل بعض الحقيق ونسبارك الله عليكم وإلى فيديو آخر